السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي متابعي منصة 24 أحييكم ورحب بكم في هذا الفيديو القصير والذي سوف أستعرض فيه قليلا الفرق بين بيئة التعلم الإلكتروني والبيئة النظامية الوجاهية معكم المعلمة أسماء مصطفى معلمة لغة إنجليزية في وزارة التربية والتعليم أهلا بكم ورغم الاختلاف الواضح بين نمطي تعليم الوجاهي النظامي والتعلم الإلكتروني في بيئة التعليم الإلكترونية إلا أن هناك لا يزال أوجه شبه كبيرة جدا وزيادة بعض الخصائص والمميزات من قبل التكنولوجيا التي تضفي مرونة أمصر المرونة في التعلم لكلا المعلمين والمتعلمين توفير المال، توفير الجهد، توفير الوقت مرونة في اختيار الوقت الملائم للمتعلمين بالنسبة للقاءات المباشرة بين المعلمين والمتعلمين هناك لقاءات عبر الزوم، سكايبي، هانجاوت سميد كلها هذه تبث بشكل مباشر فبعض الطلاب بيعتقدوا أنه حضوري إلزامي لا، أنت حضورك إذا تمكنت من الحضور ممتاز جدا، لكن إن لم تتمكن ستجد اللقاء مسجلا ومرفوعا على قناة يوتيوب أو على درايف ورابط الدرايف مرفق في داخل الفصل الافتراضي لكن في التعليم النظامي هذا الأمر تقريبا صعب صعب جدا حدوثه حيث لا يمكن تسجيل أي حصة أو أي لقاء وجاهية بين المعلمين والمتعلمين أما عن المعلم الذي يتكبد عنه شرح نفس الحصة في أكتر من غرفة صفية نظامية ما عليه إلا أن يشرح نفس المحتوى لجميع الطلاب في بيئة تعلم إلكترونية واحدة تجمعهم لكن كل واحد في بيته في مكان مختلف حقيقي فيزيائي في التعليم، نظام التعليم الوجاهي يطلب من المتعلم الحضور للاختبار التحصيلي بمفرده ويجيب على الأسئلة في وقت محدد أما في نظام التعليم الإلكتروني فالأمر متروك للطالب بأن يجيب على الأسئلة ضمن وقت محدد أيضا لكن في مكان مختلف مع الطالب صلاحية بأن يبحث علميا وهذه مهارة يجب علينا جميعا أن نتعلمها الأمر ليس مرتبطا بتحصيل الطالب وعلامته فقط الأمر مرتبط بإكثاب الطالب بعض المهارات العلمية بما في ذلك مهارة البحث العلمي لكي يحصل على المعلومة وهذا ينمي لدى الطالب طريقة حل المشكلات بشكل أفضل ويعزز من قدراته الذاتية لقيادة مستقبله وإدارة ذاته بطريقة أفضل التعليم الإلكتروني إيجابي جيد أن نركز فيه في الفترة القادمة لكن لا غنى عن وجود المعلم على التأكيد داخل الغرفة الصفية فالمعلم هو العمود الفقري لنظام التعليم كله في أي بلد كان ويمكننا القول والجزم أن حضور المعلم داخل بيئة التعليم الوجاهية لا يمكن تعويضها داخل بيئة التعليم الإلكتروني وإن حضر المعلم من خلف الشاشة لكن حضوره فيزيكالي داخل الغرفة الصفية لا يعوض تحية للمعلمين